اعادت جامعة بنغازي افتتاح مقرها لتباشر استقبال الطلب الجدد واستكمال الدراسة المتوقفة منذ سنوات بسبب الحرب الطاحنة التي شهدتها بنغازي ضد تنظيم داعش جامعة بنغازي تعد اول جامعة ليبية حيث تم تأسيسها عام الف وتسعمائة وخمسة وخمسين تحت اسم الجامعة الليبية وبقيت لزمن طويل من اعرق المؤسسات التعليمية بليبيا الحمد لله زي ما تشوف المكان زاحم ومكانت الجاهدي شبه سكرة كانت في حرب الحمد لله شكر كبير للمجهودات الجيش وان شاء الله من توفيق وتوفيق جامعة بنغازي تعتبر شريانا تعليميا كبيرا حيث باشرت ادارة الجامعة تفعيل نشاطات الجامعة العلمية والثقافية والرياضية لتستأنف عجلة الحياة الجامعية دورانها الشيء المهم في اجراء هذه المناشط ان هي تعبير اخر وقوي جدا وعلى مباضحة على ان بنغازي تعافت ليس فقط بدأت تعافى ولكن تعافت بنغازي حية بابنائها كل التحية لرجال جيشنا والشباب المساندين له على اخلاصهم وعلى محافظتهم وتحريرهم لجامعتنا وكليتنا وترتقي الشعوب بنسب تعليم مواطنيها وجودته الامر الذي تدركه جامعة بنغازي لتكون سدا قويا ضد التطرف والارهاب ومحاولة نشر الجهل في اوساط الليبيين اشتركوا في القناة